جدد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط القول إن المطلوب تحجيمه في مسألة الحكومة لكنه أعلن للمرة الأولى في حديث لصحيفة الأخبار أنه جاهز لنوع من التحجيم الذاتي مقابل وزارات وزنة وقال نحن نمثل 70% من الدروز كلهم ضبط حاله ومطلبنا هو ثلاثة مقاعد في الحكومة وزارتان وزنتان واحدة أكثر من أخرى يلحق بهما وزير دولة ولفت جنبلاط إلى أن لا مشكلة على الصعيد الشخصي بينه وبين رئيس الجمهورية ميشيل عون مشيرا إلى أن مشكلته مع العهد بشكل عام أنه منذ سنتين لم يتحقق وعد أطلقه عون تحديدا في موضوع الفساد وتعليقا على ما صدر من بعبده بأن ما يحكى في البلد عن وضع اقتصادي خطير هو مجرد إشاعات قال جنبلاط لا هذه مش إشاعات كل التقارير الداخلية والخارجية تؤكد أن ثمت شيئا خطأ في ملف الكهرباء لم نستطع أن نحقق أي تقدم على الرغم من تعظم المشكلة فأن العهد لم يجد حلا سوى البواخر الثلاث والتي يعتبرها عون إنجازا فليسمح لي رئيس الجمهورية هذا ليس إنجاز وبشأن العلاقة مع سوريا قال جنبلاط أنا مجبور أن لا أعارض تطبيع العلاقات مع سوريا لكن كيف ستتصرف الحكومة والطريقة التي ستتعاطى بها هنا سيكون النقاش نحن نريد للعلاقة أن تكون من دولة إلى دولة ولا مانع من ذهاب زرائنا إلى سوريا في مهمة معينة تخدم كل البلد ولكن لا يحصل ذلك بتخطي رئيس الحكومة وأضاف جنبلاط أنا لن أزور سوريا ولا تيمور سيفعل ذلك لن أنهي حياتي بذل وتعلقا على ما أوردته الأخبار نقلا عنه غرد جنبلاط عبر حسابه على موقع تويتر قائلا إذا كانت الجغرافية السياسية تحكم العلاقة اللبنانية السورية إلا أن موقفنا من النظام لم ولن يتغير لذلك أمانع أن يزور وزراء الحزب لقاء ديمقراطي سوريا خلافا وتوضيحا لما ورد في جريدة الأخبار التي استوحت أو فسرت كلامي على غير محمله